موسيقى 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 اليوم صدد انطلاق المجموعة اللقاءات نقاش التي ستكون مع مجموعة الصحفيين والصحفيات بخصوص التغطية الإعلامية الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والتي اليوم كان الموضوع تطرقنا له كحلقة نقاش أولية الإكرهات المؤسستية التي تعيشها المنابر الإعلامية الخاصة بالتغطية العنف المبني على النوع الاجتماعي الهدف من هذه المجموعة اللقاءات هي تصلية الضوء على مجموعة الأدوات وكذلك الإكرهات والمعيقات التي توجهها الصحفيين والصحفيات التي تكون كعائق من أجل تحرير مقالات صحفية وتحقيقات مؤمقة خاصة بهذا العنف المبني على النوع الاجتماعي إن شاء الله هذا برنامج أو مشروع الذي كان بشاركه بمجموعة المؤسسات التي هي دولية وعلى رأسهم أسوسياسيون أميرا وكذلك نتوارك أوف شونج والبرنامج تم تشكيل من خلاله مجموعة المجموعة عمل وهو خمس مجموعة عمل على صعيد خمس مناطق والتي سيكون مجموعة اللقاءات ومجموعة دورات الكوينية من أجل خدمة الإعلام من أجل تغطية صحفية فعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لكننا نريد أن نهضر إلى الإعلام في علاقة مع العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعلام نظر المخص يكون عنده دور فعال من أجل حد من الظاهرة ولكن للأسف كان الممارسة فضلة وكذلك هنا في أن ندخل وكذلك الممارسات التي تقوم بتشغير المرأة تكرر الصور النماطية للمرأة كذلك تكون بعيدة على ضمان حقوق الإنسان بعيدة عن المجال الحقوقي كذلك تكون كإكراهات من أجل التعبئة أو التحسيس لفائدة المجتمع وكذلك هنا لا نحل مع الصحفيين والصحفيات لأن التهمة من خلال هذا المسح الإلكتروني واللقاءات الميدانية التي كانت معهم في إطار هذا المشروع تبين بأنهم لديهم مجموعة الإكرهات التي تجعلهم حبيثين مجموعة الأشياء وهي إكرهات زمنية، إكرهات الوقت، إكرهات تنظيمية، إكرهات كذلك أمنية لذلك نتمنى أنه يكون مخططة عمل الذي يمكن أن يسيب لي أن نتجاوز هذه المجموعة الإكرهات من أجل أن الإعلام يخدم قضية العنف المبنية على النواء الاجتماعي نحن كفريق جمعية نوات للمرأة والطفل نعمل في هذا البرنامج من أجل التنسيق مع مجموعة عمل التي ستتمتل جهة مرأة كذلك من أجل تغطية إعلام يفع على فائدة النساء ضحايا العنف القائمة على النواء الاجتماعي والتي ستقوم كذلك والتي ليست أول مرة أننا نعمل على هذه القضية بل هي من بين اهتماماتنا ومن بين الأشياء والمشاريع التي اشتغلنا عليها هي العنف المبني على النواء الاجتماعي من طرف شرك حميم وكذلك العنف الجنسي وكذلك العنف الإلكتروني لفائدة النساء في وضعية هذه الشاشة قصوعة يعني نحن من مجتمع مدني ونحن من الناس لحامل القضية العنف ونقوم بمجموعة البرامج عمل من أجل حد من الظاهرة وكذلك من أجل تشخيصها حتى يتسنى لنا إعداد برنامج لتصدي لها موسيقى موسيقى موسيقى